كيف نحل مشكلة العزلة عن العالم والحفاظ على قيمنا أو الدخول في النظام العالمي والتخلي عن مبادئنا يعني إما أن ننكفي على أنفسنا ونحافظ على هويتنا ومبادئنا وإما أن نتفاعل مع الغرب وربما نتماهى وربما يعني تذوب مبادئنا يا أخي لا بد أن ندرس هذه الحضارة الغربية دراسة متأنية يعني نحن اليوم أمام نظرة حديية إما أن نستنسخ نموذج الدولة الغربية بعجره وبجره نعم وبسلبياته وإيجابياته وإما قسم آخر من المسلمين يرفض كل ما يأتي من الغرب بخيره وشره نعم فنحن عندنا مشكلة أمام الرفض التام أو القبول التام بكل شيء وهذه الحضارة الغربية ليست كل ما فيها هو شر نعم هذه بالأصل ليست حضارة غربية هي حضارة إنسانية يعني كل الأمام تشتركت في صياغة نعم حتى العقول والمختصين والمخترعين والعلماء من كل أسقال عالم والأرض يجتمعون الآن في مخابر الغرب ليخترعوا وينتجوا من أدوات للإنسان وهي استفيد من حضارتنا في الأندل والسيطة يعني نحن الآن نركب مما يصنعه الغرب نعم ونلبس مما يخيطه الغرب نعم ونأكل مما يزرعه الغرب نعم ونتصل بوسائل اتصالات الغرب نعم ونقاتل بأسلحة الغرب صحيح فنحن عالى على هذه الحضارة نعم نعم نحن أصلا عالى على هذه الحضارة فكيف نريد أن نهدم حضارة نحن نستعمل وسائلها صحيح في حربها صحيح فأخي علاقتنا مع هذه الحضارة يجب أن تتحقق بقاعدة وهي الانفتاح على هذه الحضارة بلا ذوبان لا نذوب في هذه الحضارة نعم ونحافظ على خصوصيتنا بلا انغلاق نحافظ على هويتنا لذلك كل الحضارات دائما تتكون من جانبين المدنية نعم والثقافة نعم المدنية تعبر عن منتجات المدنية للحضارة المادية نعم الوسائل العمارات الصناعة الزراعة أدوات الإنتاج نعم وسائل الركوب والتواصل كل هذه هي الجانب المدني من الحضارة وعندنا الجانب الثقافة الذي يعبر عن الهوية عن القيام عن الأخلاق عن الثقافة هذه خصوصيات للدول نعم خصوصيات للدول جانب القيام والمبادئ والأخلاق نعم نعم هذه خصوصية للدول نحن نقول انفتاح بلا ذوبان لا نذوب في ثقافة الغرب نعم ولا في هوية الغرب ولا في قيام الغرب نعم ولأننا ننفتح على ما أنجزته الحضارة الغربية من الوسائل المادية تنتفع منها البشرية